شريفة من عمان العبادة التي من شرطها الطهارة مثل الصلاة مثلا أو الطواف على قول الجمهور أو مس المصحف على قول الجمهور مثلا لاحظتي هذا غسل العادة هذا ما يستبيح الإنسان به العبادة العبادة التي من شرطها طبعا الطهارة من شرطها الطهارة النوع الثاني غسل عبادة غسل العبادة على نوعين واجب ومستحب واجب ومستحب والواجب ثلاثة الغسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس هذه يسمى الغسل الواجب طبعا غسل الميت هذا أمر آخر هذه يسمى الغسل الواجب إذا اغتسل الإنسان الغسل الواجب سواء توضأ قبله أو بعده فإنه يستبيح العبادة التي من شرطها الصلاة توضأ أو لم يتوضأ توضأ أو لم يتوضأ يعني مثلا امرأة طهرت من الحيض فذهبت وعممت بدنها كلها بالماء بنية رفع الحدث تستبيح العبادة ما يحتاج أنها تتوضى ما يحتاج أنها تتوضى واضح لكن هذا الغسل الأفضل فيه الوضوء يتوضى الإنسان قبل الغسل ثم يغتسل بعد ذلك الثاني الغسل المسنون مثل غسل الجمعة في قول الجمهور غسل العيدين غسل الإحرام هذا الغسل المسنون في الراجح من قول أهل العلم أنه ما يستبيح العبادة لأنه فقد الوضوء الذي من فروضه الترتيب ولذلك اخت الفاضلة أي إنسان يغتسل غسل مسنون مثل غسل الجمعة مثلا على قول الجمهور لا بد من الوضوء قبل الغسل أو بعد الغسل فأنت تقولين إذا استحمى الإنسان وخرج يصلي بهذا الاستحمام فصلت لك بهذه الطريقة حتى تستوعبين ويستوعب من يشاهد لي أنواع الغسل وما الغسل الذي يستبيح به الإنسان الطهاء العبادة التي من شرطها الطهارة ترجمة نانسي قنقر